الحادي عشر من الأسقية المباركة ماء زمزم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مباركة إنها طعام طعم وشفاء سقم شفاء من المرض رواه مسلم أبو ذر عكف على زمزم ثلاثين يوم مال طعام إلا ماء زمزم قال فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع يعني ضعف جوع ما فيه فزمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس واستشفى به الكبار والعلماء فأفادهم للغاية الثاني